في إطار محاولة واشنطن عزل الحوثيين ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس بشكل جدي اتخاذ إجراءات جديدة ضد الحوثيين ومن ضمن هذه الإجراءات إدراجهم على لائحة المنظمات الإرهابية هذه الخطوة تأتي في ظل تضاء الفرص التوصل إلى حل سياسي في اليمن وتفاقم الصراع وهو ما يعزز نفوذ طهران بحسب واشنطن بوست التي قالت أن إدارة ترامب تسعى إلى تمديد حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني الصحيفة نقلت عن مسؤولين لم تسمهم بالقول إن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وإن من بين الخيارات المطروحة تسمية قادة الحوثيين إرهابيين عالميين مسؤول أمريكي كبير أوضح أن السلطات تسعى إلى إجراء مراجعة قانونية واستخبارية لتحديد ما إذا كان الحوثيون تنطبق عليهم صفة الإرهاب مضيفا بأنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المعلومات الاستخبارية المقنعة التي قد تدعم التصنيفة وفقا للصحيفة وكانت إدارة ترامب قد أجلت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قبل عامين لأسباب عدة أبرز والخشية من عرقلة الحوثيين وصول المساعدات للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها باليمن بالإضافة إلى إمكانية تعقيد التوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية حينها شكرا